ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين أين المحللون والمنظرون في البرامج التلفازية؟ من توضيح أثر حسن عبادة الله تعالى في الاستخلاف في الأرض وأثر عبادة الله في انتشار الرغد في البلاد والعباد أليس هذا وعدا في كتاب الله تعالى وسنة نبيه؟ أليس استخلاف الله تعالى للعابدين حقيقة تاريخية موثقة مشاهدة آثارها بأم العين؟ رأيناها منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ورأيناها في فتوحات القسطنطينية والشام وإفريقيا وبلاد نيسابور والهند والسند ألم تكن عبادة الله تعالى طريقا معبدا لذي القرنين وسليمان عليه الصلاة والسلام حتى ملكوا أكثر الأرض؟ ألم يقوموا بعبادة الله تعالى؟ فأقاموا ما لم تقم به الأمم من قبلهم؟ لماذا نجد الكثير من الناس يغفلون أو يتغافلون أو يتظاهرون بالتغافل عندما يتعلق الأمر بتوضيح أثر العبادة في سياسة الأمم وقيادتها هم يريدون منا أن نضع العبادة جانبا وأن نفصل الدين عن حياتنا ونجاحنا وفلاحنا وتمكيننا ومجدنا وأن لهم ذلك فإن المستقبل لهذا الدين ولمن أقامه بحقه دون زيغ أو تضليل فقد وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون اللهم اجعل لي نورا قال الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون سورة النور وقال الله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين سورة الأنبياء عزيزي المشاهد أنت تحب الخير لك ولأصدقائك أليس كذلك؟ فإذا أعجبك الفيديو شاركه مع أصدقائك وادعمه بلايك وشكرا جدا على كل مشاهدة وكل تعليق جعل الله في ميزان حسناتك نشرك لهذا الفيديو ودعمه ومشاهدتك له ولا تنسى أن تشترك في القناة والموقع واحرص على أن تفعل جرس التنبيهات حتى تكون مميزا عن الجميع فيصلك كل جديد إن شاء الله تعالى موقع لينور الإلكتروني www.linor.com اللهم اجعل لي نورا اشتركوا في القناة